كتاب جمع الجوامح ننادي السفرثي للإمام تجد الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة منذها مئة مصنف كتاب جمع الجوامح ذاير الروج ذاير الروج أم القرآن ذاير النبوحريش انتموسني ذاير الشرعيث اسمس أصول الفقه الإسلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيث ما ثم السلام عليكم ورحمة الله سجد سيمليلي في 58 المجلس رقم 58 في شرح كتاب جمع الجوامح لتاج الدين السبكي المتوفى سنة 771 للهجرة ما زال نتكمل في الكتاب الأخير اللي هو في الإجتهاد الكتاب السابع هذا هو الأخير وكذلك قالوا في الإجتهاد نظرت للحلقة الثنية الدين التاج الدين السبكي بذراغد شروط الإجتهاد شروط المجتهد أن يكون عارفاً بأحكام القرآن بالأحكام الشرعية الواردة في القرآن الكريم أن يكون عارفاً بأسباب النزول أن يكون عارفاً بأسباب الورود للسؤال النبوية أن يكون عارفاً بمواطن الإجماع أن يكون عارفاً باللغة العربية أن يكون عارفاً بالقواعد الأصولية كما بسطها الإمام الشافعي على وجه الخصوص ثم غذاها قواها الأصوليون بعد ذلك إلى آخر ما شرحنا في جاكونا هذا الضرط في الاسنت بضد ثورة غريف النقطة والصحيح جواز تجزء الإجتهاد ما الديني والصحيح؟ معنى أن نفهم بل هناك خلاف شو المعنى يس تجزء الإجتهاد بسمحتي لأن العلماء دينان المجتدر قد يسن كلش ذي الشريعة طبعاً ظرف الشريعة هذه السن كلش أنت تسمع ذاكيني حاضر في أي موضوع؟ في فقه العبادات يسنين تنتيكو العبادات أما الصلاة أما الزكاة الزكاة مفصل الزكاة سعى تفاصيل دقيقة جداً أما الصيام ذي السمئات المسائل أما مناسك الحج ذي السمئات المسائل أما بعدين شمدين هذه المعاملات معاملات القروض والقراض والمضاربات والمرابحات عقود الاستصناء عقود السلم ما المريفك كل شوالك نلعلم دينان إلى قد يسن الشريعة ولكن الجماهير العلماء الند خاطئ وهو ما رجحه المصنف يد والصحيح جواز تجزء الاجتهاد ما معنى يجوز للإنسان أن يكون مجتهداً في فقه العبادات فقط دون فقه المعاملات لكن العبادات تراني هنا السنغا سنت فقه المعاملات خاطئني البيع والشرات تشمد الإزنتربريز المقاولات تشمد الترقية العقارية ما خاطئني لشوالك والسنغا تجارة الاستثمار خاطئني أما كنز مركيني في فقه المعاملات نعم في فقه العبادات ما نش مجتهد في غد ينقبل لي المهم هو رجح المسألة إنه دوال صحيح جواز تجزء الاجتهاد إذن يزم وبعض العلمان يجوز حتى في فقه العبادات يقولك أنا متخصص في مناسك الحج ذي الحج سنغ كلش ولكن عبادة المسألة إذن مدام المبدأ هو الجواز تجزء الاجتهاد إذن يجوز التجزء في جميع الاختصاصات حديث قياس ثورة ذي مكلش يسمح في أتفض مثال لا مدسين زيك طبيب طبيب وخلاص طبيب طبيب زر كلش بثورة خاطئ يا حصر ثق مدسان ومثال مختص في الأمراض الباطنية وفي أمراض العقل وأمراض النفس وذي الطب الإنسان في البيولوجي نصدق في اختلافات وذي وذي تعبط وذي وصير نرمال أكنث لدقة أريلي نجاح أكثر بمعنى بقدر ما يكون التخصص دقيقا بقدر ما يكون النفع أكثر والطبيب يكون مصيبا يقترب من الحق يصيب الهدف كيف 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 ذي الشريعة التفضل المختص في علم الفرائض المشايخ العلماء وكذا ما كل ناس يعرفون علم الفرائض على وجه الإطلاق الفرائض لا في عهد الصحابة وكل وحد يخينا الفرائض لا الفرائض لا في القرآن والسنة ولكن التفاصيل الدقيقة وإثن تيس نكثر ذيون أم زيد بالثابت وهكذا ولكن أعلم الصحابة مثلا نسمي النوتير من الصحابة لذلك لذلك الاجتهاد تيس أثنت نفس وطاس ذي الشريعة بعد شو دينا وجواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه هذا رأي الجمهور هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد من غير وحي جمهور العلماء قالوا بالجواز يعني يجوز له أن يجتهد وكان لقالوا لا لا يجتهد عند الآية ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الذين قالوا بأن الرسول لا يجتهد الرسول للرسول يسعى الوحي أدنزل في الله وقد يفكان رأي يفكان الدليل عند الآية ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى جماهير العلماء جماهير العلماء نعم نعتمد هذا الدليل دليلا لنا دليل لنا نحن 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 شو معناه النبي الصلاة والسلام إما يتنزل عليه الوحي ده ذو القرآن ذو السنة إما لا يتنزل عليه الوحي يجتهد فإذا اجتهد أيضا لا ينطق عن الهوى إذن لا ينطق عن الهوى ذاقي ذاقي لا تخصيص بلا مخصص بشك فتقبل لي مريلي وسقر ذو الشجار يعني سلح جاس لزرق موس الأدلة والبرهان إلى الرأي الثالث وثالث هكذا قال مصنف وثالث هكذا في الآراء والحروب فقط يعني إشارة إلى في غزوة بدر الواقعة اسم موقعة بدر يونس الصحابة ينس يا رسول الله أهوى منزل أنزلكه الله في مجال الحرب الجيش الجيش الجير الحرب ينس أصحفي ينس أهوى منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة وبعدين فأشار عليه النبي عليه الصلاة والسلام ينس وصحفي ذد للجيش وإستجاركم كان أكيد يغالس كان وايض وعلماء السيرة وعلماء السيرة نانت بلي ويعامل من عوامل نجاح وفي نفس الوقت في الصلاة والسلام يتشوار يستشير وهو أكثر الناس استشارة تطبيقا لقوله تعالى وشاورهم في الأمر بعد يكمل والصواب أن اجتهاده عليه أفضل الصلاة والسلام لا يخطأ إلى آخر لماذا؟ لأنه يرعاه الله عز وجل بتوفيقه ورعايته والأصح أن الاجتهاد جائز في عصره عليه الصلاة والسلام جائز يعني من قبل الصحابة للصحابة اجتهد ذي الوقت أقررهم يقررهم يعني وقومي قارن السنة التقريرية يخص السنة الثلاثة السنة القولية ذين ديننا صلى الله والسلام السنة الفعليية العمليا أين يخذم السنة التقريرية أين يخذم وياض نتسا يقفليث أقفالني يمثي قفل سوال مثال مسيني معاذ بن جابل الزرمثة ما شاوز متشق علي من قاضيا إن يس بما تقضي بين الناس سوش أتحكم ضياري مذانا ما كدس تمسال إن يس بما في كتاب الله قويل لندو القرآن إن يس فإن لم تجد مثو فضار إن يس فبسنة بالسنة رسول الله إن لند السنة إن يس فإن لم تجد مثو فضار في تمسال إن يس أجتهد رأيي ولا آل أي لا أدخل جهدا ذينا يعني ما كان قانون في سيد مارنيس يعني دليل موافقة والقبول إن يس الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله يحمض ربي إمي وفق ربي سين فرير ذو ربي أكذن ذي صلى الله عليه وسلم يعني وقيم الأحاديث المعتمدة في الباب ذغي اسمي سين الصحابة نقرح 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 تماشى السجي حديث في أبي داود سين الصحابة رح في صفر طبعا طبعا فتيمم صعيد طيبة ملشك نفاث الوقت انتقلت ما من الطهارة المائية وهي الأصل إلى الطهارة الترابية وهي البدل نفني تيمم يعني وفقا الشريعة بعد فنم قبل لا تكفى يعدي الوقت تظليث وفن أمان يونس الصحابة وعود ويتوضى ليعود تظليث مخلفا اسمي حديثي أبي داود اسمي بظن النبي صلى الله عليه وسلم حكى ناس وانا كنون عوذارا انيس معنى أقره انيس أصبت السنة وأجزأتك صلاتك غسوث عوذارا الوضو ولكن ثبط سواسوا ذي السنة أصبت السنة وأجزأتك صلاتك صلصالي في الزل صحة والسن ونفسه يا رب يغلوظ يعاوذي الزل سنة ثمزوار وستيم خطر ولش أمان في السنة يعاوذس صلوظ خطر يفعل أمان دا شو سينا إنيس لك الأجر مرتين سعاد الأجر فردين نغمرتين سفي فرح السن لذلك أني غاون ذي الفقه نغضي الشرع أو هرب نصفر الغاشية لا تشير نستحزن خطر سينا لك لك لأننا فهمنا فقه الاختلاف ذي نار مخلف يونس ضرائي وإذا غاد مخلف تكمل نار فريد جميع نكون هرب نكمل فريد جميع نورمال ذر بري يحكي من بعد ونسحر لك نكون لذلك علم الأصول لما يكون دائما يعلمنا هذا الفقه وهذا الأدب حيث نسلغي الحديث إن يسم زواره في بصيد سوا سوا أصبت السن وأجزاء صلاتك والسن إن يسلك الأجر مرتين فرح للسن والحمد الله رب العالمين ذا قدنا العلماء جواز تعدد الصواب معنى ما يثلق له رقلان تجور إلا وين يثلق له الشن واحد زائد واحد يسوي اثنين قانون الجاذبية قانون فيزيائي خلق ربي دوني قانون الجاذبية أم بعد العلماء أثد ما شفت سن الفون فق ناس سنت بعد في القياس أشحل مترات أشحل تاقي بيان سير ولد سبعين متر ما شم ينا عشر متر إلى آخر ولا ما رق إلى قياس دقيقة فيزيائي رياضي حسابي يلا والأصح أن الاجتهاد جائز في عصره إلى آخر المهم أنت المسائل دقيقة جدا نحو جرم اللي سنركزها في كبرى المسائل مسألة المصيب في العقليات واحد ذا كيف غير يهضر في سين الأمر العقليات والشرعيات العقليات والشرعيات العقل 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 أين رح ديفك العقلي هيد ديفك العقلي في مستوى معين مثلا جمع المخلافة العقول النغ في كنغ دي الخبار بالليواجي طرق لكونا دي السيون دي ثبور ذا شا دنيني هناك طارق بالباب إلا وذي كثن دي ثبور ذا يدنيني أنسيخ دي كوي اسمع العقل يعني دي الميزان إنه هناك طارق بالباب ذا يدن واجي مستوى التعقل هو محل اتفاق يعني نسمخ لا فارا ما قيما دي خميع قالا قيما وين دي قاسي ولي كان وقل لنا ويستفطف دي ثبور يون البوال صفلون سلارة خاطة مول سلارة عوالو سلارة مما يسلى العقل أصدف كمام رزولتان نفس النتيجة هناك طارق بالباب نمس فهم إلو كان الدين أنوي لنفير ثبور ذا جن لازون العقل ما من لازون تخيل تصور تصور منطقة التخيل سيختلف منطقة 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 يوجد هناك ذلك القشيش يوجد هناك ذلك يوجد هناك ذلك الجار يوجد هناك ذلك الغيض سيد الحق ماذا مخلفا أي غرث تفهم دائرة الأولى خطر العقل دائرة التعقل العقل يفكد نفس النتيجة أي غرث مخلفا دائرة الثانية نورمال أخطر نمس فهم دائرة نطبق على الإيمان بربي سبحانه يكث خلقيته من إلى الخالق يكث خلقيته بالمناسبة من فكثم ثمثال ديه أني كشمد العقائد على بالك اختمدس العقائد ستسمعون برس القادم يعني ما قبل الأخير أخطر الخاتم إن شاء الله هذا درس نجل الناس كلهم جميع الناس جميع الخلائق تخلقيته مرة الزران باللي يلا الخالق الخالق جسم السلو كرياتور فجمس فهمنياك يلا أم بعد أسمي بذنة سيماجينين مخلف وسيقار لاناتير طبيعة وسيقار ذيطيج وسيقار ذيقور بعدها عبد تعدد الآليها وغال ميمي الزران باشي ذيون قوب الهوب اللات العزة عبد النار عبد نكو شوف غاناكو وسي نور ما لعل بالك أي غر قبل النبوات قبل طبيعي الغشد مخلف المهم الزران باللي ولشوي دي خلق نمانيس تاقي مستفهم لك في الله يفكس العقل الزران يلوثني دي خلق مستفهم نكو تاقي اسمي دائرة التعقل دائرة التصور التخيل مردينين من الخالق أما كنت من الطارق ذاقي من الطارق مخلف والمخلف المساعدة حقا مخلف من الناد من الخالق من الساعدة حقا مخلف إيماجين ذا شو ذا في غيظة ولكن ربي سبحانه ذا في غيظة مخلف مخلف ويساعد في غيظة ذا في غيظة الوغد لنهي ذا في غيظة رحكا أتخذ الزران أتخذ من الوحشيني أمر في الفرحة هناك في قرارة نكيني خطرتك ولم يقال يسعى الـ 4.7 في التلف وننوحشنا هنا نكيني في كل ما يقوم بسيولة يقوم بسيولة بسيولة لوجيكة لكن يسعى العقل يسعى العقل لم يكن إيمانا في الشيء المخيص وما مرد في الفرحة يسعى الانساء ينسى ينسى الانساء ينسى الانساء ينسى الانساء فى اختلا ينسى الانساء تبقى أن يكون ربي لا يمكن أن تقوم بسيولة أنك تجد أنك تجد يقوم بسيولة يقوم بسيولة ما هي إنك وانت خلقين أستقسني يكوني حيرا يكوني قلقا أنوذ الخالق أنوذ ربين وان يتسن بالله ربي يقول هذه نبي ديوسة صورة المائدة الآية 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي نغيوحا قراءتان ورشو حفص إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون صف يا ربي جوفد ثفرة مثلا في صورة البقرة لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من غي فمن يكفر بالطاغوت بعد يا ربي اسمه طاغوت ويضاك الطواغيت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقال في صامة لها الله ولي الذين آمنوا إلى آخره وبعدين آيات الإيمان يتسكن فوذي الإيمان نمس فهم العقليات ثورة نغلر الشرعيات الشرعيات إزوار ده شو دينا كلام المصنف ونا في الإسلام مخطئ آثم كافر أحسن سأترى هذا نفس الإسلام إذا لم يجتهد السجل وقال يجتهد لأنه لم يكن الإسلام سأترى سأترى إزمان اليوتيوب كل شيء يتصال من الصباح ويقول أنه لم يكن من النجاعة كولو وننتهد وفي قارن وما زالت الدين بدعوة الإجتهاد سأترى في فريق تسيد من المدخن الكتاب قبل 771 ورس القرون مفهوم خطرة مثال يثوري وميلا يفغذر الكفريات كفريات ورسي تفضي لأنه ليس الظوغ في اليوتيوب في الفيسبوك وكذا يوجد مثال يتقديمين لا يوجد شيء بساعة الإيمان اكتمل الدين اكتمل ربي ند في صورة المائدة الآية الثانية اليوم يأس الذين كفروا يأس وثن وثن ولاش يريدون ليطفئوا نور الله بأفوهم لا تصل خذ معه ثيار ربي ند اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين ميزير لكن كنت أدبرو في غز خذ مغال لاغ واجتهد أظهد نتجة بالإسلام ما كان من نوع نفي الإسلام ولا شيء يراد تجد سبكي أصوليا إناد ونا في الإسلام الذي في الإسلام بدعو الاجتهاد مخطئ يعني يغلظ يشظ آثيم بلا ثم يذنب كافير مخطئ 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 الثنات ومن يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل منه وهو في الآخرة من خاسرين إن الدين عند الله الإسلام يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتون إلى وأنتم مسلمون المهم في بعض الأمور كتفصيل دقيقة أنتم سعى الدين أشهد دينا بعد أما المسألة التي لا قطعة فيها أي سعى الحق المسائل الاجتهادية ذن تحتمل تعدد النظر هذه المسائل الاجتهادية التي لم يرد فيها نص قاطع قطعي في القرآن أو في السنة فهي تقبل الاجتهاد هذه جزء الاجتهاد أما المسألة التي لا قاطعة فيها يعني ولاش نص تكست شرعي في القرآن في السنة قطعي والقطعي شرعي القرآن كله قطعي الثبوت ولكن في الدلالة هناك نصوص قطعية الدلالة هناك نصوص ظنية الدلالة أما السنة النبوية فهناك نصوص ظنية الثبوت وقطعية الدلالة ونصوص ظنية قطعية الثبوت ولكنها ظنية الدلالة ونصوص ظنية الثبوت ظنية الدلالة كل احتمالات هذه ممكنة في مثالكين شرحيه فيما سبق شرحناها فيما سبق هكذا فقال الشيخ فقال الشيخ لا لا ميند الشيخ الإمام ذا ذا ميند كان الشيخ معناه أبو الحسن الأشعاري لقد نحفظ الكودينس ميند الشيخ الإمام ذا 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 تقي الدين ميند الشيخ المعنى يليس ذا أبو الحسن الأشعاري والقاضي يعني واذا القاضي أبو بكر الباقي اللاني اختزال يعني عاصير اغدفك ذا ذا ثبثيس وأبو يوسف أبو يوسف يقصد أمدكن أبي حنيفة أبو يوسف اللي هو قاضي القضاة بالمناسبة أول من تحصل على منصب وتولى منصب قاضي القضاة هو هذا أبو يوسف صاحب الخراج ذي الاقتصاد ذي ذمسة وقيم يقرن أبو يوسف ذمدكل أبو حنيفة نمس فهم ومحمد ذا نوى ذا محمد داقي هو محمد بن الحسن الشيباني أيضا ذا نوى ذاك الوسين أبي حنيفة وابن سوريج وقيمين فقهاء الشافعية كل مجتهدي المصيب ولكن في المسائل الاجتهادية مسائل الاجتهادية يعني الظنية الشريعة ساعة دوزون يمنع فيها الاجتهاد وزميران ديني ظن اجتهد دي رمضان يصنف دلوقت ونزميران نجتهد الحيج أثنى ساعة عثني 12 شهر ربينا الحج أشهر معلومات يعني شوال ذو القعدة ذو الحج رمضان فمن شهد منكم الشهراء فليصمه لن اجتهد ونصف الدلالة غير المغربة سنة الاربعة عثني وعيش سنة أمار عثني خاطئ لذلك يرتشوين بعض الذين الآن باسم القرآنيين نغضرت في الأسنة ثلاثني أعتقد قرآنيون 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 سنة ونصف قرآنيون خاطئ تشضع تشضع بفريز قرآنيون 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 صباح ونصف 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 الحج لا منه تصل لأمور ونصف مرح ونصف في الزمان يخطئ ونصف ونصف قرآنيون ونصف ونصف خطئ ونصف ونصف خطئ لنصف خطئ خطئ فإن ونصف ينصف و لا يقوم بالنسبة، و لا يقوم بني أخذ المؤمن لكم حتى يكون قرآنيون، و لكن لن يجب أن يقوم بسرعة القرآن و ما هو السنة؟ أَغفلاً قالوا اَرَبَّيْنَوَا مَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَأَخُذُهُ وَمَا آهَوكُمَ عَلُّهُ فَانْتَهُمُ فِيَتَهُمْ أَسْنَا مِنَا كَانْدَعُ سَمْتَحُمُ أم شطوح ولكن أولغ الزيف أغفلق جديد يغدن الفم ذي الزمان بس يلا كله مجتهد المصيب ثم قال الأولان الأولان يعني يقصد أبو الحسن الشيباني وكذل قاضي أبو بكر الباقي لاني أبو الحسن الأشعري يقصد الأولان الشيخ والقاضي اللي هو أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقي لاني أشهد أن حكم الله تابع لظن المجتهد يعني الخلصة إيه هي معنى المجتهد يسعن الشرط إذا أصاب كما في الحديث إذا اجتاد الحاكم فأصاب يبتد سواسوا له أجران ما يغلظ ما يشض له أجر واحد يعني معذور معذور إسعى العذر إخل المثالز مرثيس معجور إسعى لاجر إسعى ييو الشيني تجتهد تبصد سواسوا تسعى لسين لاجر أجر الاجتهاد كل أجر الإصابة تبصد إلى السيبل الشيني تجتهد أمن تسعى تبصد الظض متسع ضاجر أولاً معذور في السنة سعى ييو اللاجر هذا ما كان والأمراجي من طلوب ماذا سمحته المدسة الطبيب ما الميز ما ذيك شمال الحفز سورة ما يخالف قانون الصحة قانون الصحة القانون يعني ما يلور طبقرة وصول الطب كيف كيف هذا الطبيب ومثل الجنسي لا يمكن الجنسي من المنظمة من المنظمة الرجل تبصد أين وفقا لنورم القانون قانون العمران قانون لا يجب ما خطت بمقريري؟ لأنها تجد Weti R plus 7 على بعد ذلك أنه مصرًا بقصة زالة لبلغة وجدها وفهموا هذا صحيح وإذا كانت R plus 7 أجل المصرح على مكتب الأخرى التي تنسيتها من كنه يتكوى الأتنعم واتنسدرغل هذا ربحة ربعة لزيطاج ناصين لزيطاج وهذا يبلوكيك وكذلك يغن في اللاس هذا يبلوكيك من يستطيع أن تكون هناك ما زال ما زال؟ وفي حالة شهادات المطابقة وفي حالة تخلص الفضل هذا يبلوكي كل الناس يظرر الخداع، يظرر ثواغي، يظرر العجب فهو لا تستطيع أن تكون هناك ما؟ أما هذا الشرع، أما هذا الأرشيتكتور، أما هذا المدسي لا يتكوى أن تكون هناك مستقبل كل قدرات تكون قانون العمران يتكوى الزنزلة، يتغيين خاما لفكتهم، الضحايا، أبراي أن تكون هناك مستقبل هذا يبالي، وقرأوا كل أعماله يتكوى أن تكون هناك مستقبل لذلك، يبدأ أن يقضي الشريعة وكتابة يتكوى أن تكون هناك مستقبل يتكوى أن تكون هناك قرأوا وما زالت القارة، يرحمه ربي خاطر تسفر الغالة في اللون في كل ما يتكوى أن يتكوى أن تكون هناك مستقبل وكتابة أن تكون هناك مستقبل ومقارن، وعلم وصول الفقه الإسلامي في هذا القرن الثاني الهجري وكتابة أن تكون هناك مستقبل من الإمام الشافعي، يسميه الرسالة أوها ربي أنا معاون ذي الفني تموسني وتنسهدو يا را باش أني لي ذي ثلويث إذن المخطئ معذور ومأجور يلا بعده شو دنان؟ وقال الثلاثاتو اقصد أبو يوسف وكذ محمد وكذ ابن سوريج هناك ما لو حكم لكان به ومن ثم قالوا أصاب اجتهاداً لا حكماً وابتداءاً لا انتهاءاً ذاكي ذاكي خمض شو يطلع فيلوظوفي شو المعنى؟ اجتهاداً لا اجتهاداً لا حكماً اجتهد ميسين أنت بيسيد سواسوا صفي السعسين لو جور زيد أصاب في الاجتهاد وفي الحكم وأصاب في الابتداء وفي الانتهاء شيني؟ مجتهد السعادية وللاجر اجتهاداً لا حكماً بيسيد بيسيد سواسوا وابتداءاً لا انتهاءاً بيسيد سواسوا بيسيد الهدف لا يوجد اجتهاداً لا يوجد اجتهاداً لا يوجد اجتهاداً هكذا فقط المجتدق دائماً يتطور خطر ينسي الغلاظين يحفظ كل شيء لذلك 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 قبل الاجتهاد قبل الاجتهاد اقيم الامذاناً كذوضاً الله أعلم ذلك اجتهاد البشر بعدها وَلَا يَأْثَمُ الْمُخْطِئُ عَلَى الْأَصَحِ وَسَيْضَرَ دِنُوفِ مَنْ مَرَيْلِ دِنُوفِ أَكِدٍ وَمَتَا قَصَّرَ مُجْتَهِدٌ أَثِمَ وِفَاقًا أي بالإجمع ما يلا المجتهد مهميل مقصر يسرحاس يباناليزيلومور هذه المثال الظلام ما كنت تفتغل بعض الأمثلة مثلاً في الشارعة دائماً في علم الفرائض لا يوجد ألف مسألة يبنى يسعى ثلاثين سنة الإكسبرينس إذا لم يجد 0-20؟ أولاً ألف ألف تمثل ألف ألف ونسعى ثلاثين سنة الإكسبرينس مريق قرد الشارع في المثال يقفل ما دنياً ترى؟ عادي ما دنياً في المثال من الشارعة؟ لا أنت مستويات التي نغمقاً فيها نغمقها إلى آخر ما دنياً ما دنياً؟ ما دنياً؟ مريقاً 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 ما دنياً؟ مريقاً ما دنياً؟ مريقاً مريقاً أو 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 ما داًا بالأغربky ويقود مريقاً أما ذي الشغل الدنيث بعد ما دينا؟ مسألة مسألة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات وفاقا ما يقصد؟ يفقى ديني الاجتهاد لا يمكن أن ينقض باجتهاد آخر لو سلمنا بنقض الاجتهاد بالاجتهاد لما استقرت الأحكام في حياة الناس مع انتهى يلاق الاستقرار مثلا نظر دي ونوسف الكلوناج الكلوناج من الميس قرد شن مدنا طاس موضوع الساعة 1996 من الأسوال 4 ونساز اسمي يتنجح الكلوناج الناس تخسي تخسي دولي تقوى ووال ووال يتنجح تخسي تشوفه تخسي الكلوناج يخذ من الله ديان تفقد أشكيت أدخذ من فوتوكوبيا يقوى ووال ذي الوقت فالشراعي سنتقد يعني العلماء ذي الوقت نجمع للطباء لمدسان لبيولوجيست صاحب الشريعة صاحب القانون نجمع مؤتمرات يظن الفتوى هذا يجتهاد يمنع الكلوناج البشري استنساق البشري ممنوع ماذا العضو لن تفاصيل لا يوجد الموضوع لن تفاصيل هناك تفاصيل وماذا الكلوناج تفقد الفتوى قوية جدا في سعة الأدلة أما في القرآن أما في السنة أما في العقل خطر ماذا هذه الأدلة الأدلة النقلية يعني القرآن والسنة والأدلة العقلية خطر لو كان ذي يروح لكلوناج الذي ينجح بقى على خير ثوى شود لغش جناران والسعو نارث وشود ولو أدخذ من كان لكلوناج وخلاص يقول لكلوناج هذه السفقة من التساءة لا يوني السعر الرويس منخلف نوع الرويس يقول لكلوناج أمن التساءة يفوتوكوبي وخلاص ذا غفل أي غرد لنكا بشنفك القدر لاحترام الإجتهاد ذا هي المعنى إذا قالت قادر الإجتهاد وبشاة الاستقرار في الأحكام بعد شو دينا المصنف يناد ومن تغير اجتهاده ثورة 1 إسعثة مغلية تمثلت يفثى السيس يفثى ومن تغير المصنف 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 لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز ولكن سيد دينا يفثى هذا ماذا تجد سبكي وَلَا يُنْقَضُ مَعْمُولُهُ معناه أين يخذ الفتوى النيناش وإنه قرر أحبس خاطئ نسى المستفتين يبقى صورك الفتوى السلام عليكم عليكم السلام ذاين لا يجوز على فكرة خطر كسن الأنتريني ولا شيء سوى 0% 0% أم بعد شو ديننا هتجاوز بعض الأمور خطر قبل العيشة مسألة التقليد التقليد يستد من كلمة قلادة مدينة قلادة ذي القيذي لأخير المهم المعنى السيولة ذي ذا وائض التقليد يا الله أخذ القول من غير معرفة دليله سمحتي 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 سمحة هذه المسألة سمحة عندما تصبح الطبيب سأخبرك الأردنس سمحة هذه المسألة سمحة تقليد دي تقليد دوا وغير إلا قد يقوم 10 سوية لكي تستفهم لكي تقليد لكي تقليد لكي تقليد لكي تقليد إلى آخر في الأردنس وهذا دوا فرات ولا يشراع في السلم ولا يقول في الدليل صحيح إلا قد يفكي الدليل من يرجو إسكي لقم كل فتوى لقصد في الدليل لكل الناس الجواب لا المجد المفتي إلا قد يسعو الدليل ولكن ما جي لازم سيديني بالتفصيل ما يزمر أكني خير لماذا ليطمئن المستفتي بش هذا يرتاح بلى ولكن ليطمئن قلبي من ميل إسدفك ضر الدليل ليس شرطا خطر ثكوال إسدفك الدليل لا يفهم الدليل أسدفك الدليل وهو لا يفهم الدليل أسيني مثلا أنا أفتيك بهذه الفتوى للأدلة الأدية قال الله تعالى دوض الآية ودوض الحديث بعد الدينيض تم استنباط هذا الحكم الشرعي من هذه النصوص الشرعية باستخدام دلالة النص ودلالة العبارة وفحو الخطاب ولحل الخطاب ومفهوم الموافقة أمكّن السادة الكوراج الصين الطبيب في السادة وفحو وفحو الآن سقرنا العامي لا مذهب له مذهب هو مذهب ومفتي السلام تفهم المسألة مسألة يعني نوقشت بعم قوث وث دست فرز شو دينا إنه التقليد أخذ القول من غير معرفة دليله ويلزم غير المجتهد غير المجتهد يلزمه أما المجتهد يدرح مباشرة للنصوص دعوه الصفي هذه وما أرسلن من قبلك من رسول إلا نوحي يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فجذي صورة الأنبياء الآية 25 الرقم غير المجتهد صفي ذاكي كالا كونيكسيون كي خصا ميل صورة المائدة فينا اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون تقول وقد نخسل سواسوا يعني شكرا على التنبيه إذن مسألة التقليد أخذ القول من غير معرفة دليله ويلزم غير المجتهد لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون المدينة يجوز للقاضي التقليد حي فنع الحقوق القاضي للجوج القاضي ما تشيم الطلوب بشه ذي المجتهد الدير فذي اجتهادات العلماء يطبقها ذي الجوج موينس وإذا حكم بها القاضي خلاص تبنى القاضي وإذا تبنى الحاكم عند اختلاف الفقهة أشهدنا العلماء من أن رأي الحاكم يرفع الخلاف يرفع الخلاف فقد قاعدة تحتاج طاص البايل ولكن البشر تكسغ فلال الغش وذي الاستقرار في حياة الناس مسألة إذا تكرت الواقع وتجدد ما يقتض الرجوع معناه هل يجوز تجديد الاجتهاد بتجدد الواقع أشهدنا إذا تكرت الواقع وتجدد ما يقتض الرجوع يعني هذين دوني تجديد هذين معطيات جديدة نعم أشهدنا ولم يكن ذاكرا للدليل الأول معناه هناك شرطان لوجوب تجديد النظر الشرط الأول إذا ظهر في الواقع معطى جديد فالشرط الأول الشرط الثاني إذا لم يذكر الدليل ما لنسين شرط ذا شو دين المصنف قال وجب عليه تجديد النظر قطعا ملش لا داعي ملش لا داعي مسألة تقليد المفضول ثالثها المختار يجوز يعني في كده مباشرة ثالثها الرأي الأولي قولك لا يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل والرأي الثاني قولك يجوز تقليد المفضول حتى مع وجود الفاضل والرأي الثالث إن المختار يجوز معناه كده على الجواز أشهد هاي يرن في الحج إن شاء الله أدين تقل الوارع أديني لازم نبات قع في مينان لازم أم بعد لازم نبات قع في مزداليفة واجهوك ذي الشيء يعني يكون أتصيد لعيان الغاشي الحاص لقوة الغاشي أدين تقوي الأعلم ديني لا عادي في مزداليفة حط الرحال يجزي رفع للحرج المبيت بمين سنة ونثي خذ من سعى لاجر ونثن خذ مالا لا شيء عليه استغفل الله شك يعني ربي يعني يعني ربي معليش غسيد خلاف شساة تربعت وشاة تربعت مي ثلها مي يك وك سغفل فهمت المسألة كيف ديناء والراجح علما فوق الراجح ورعا في الأصح لرفع الحرج بش تكصد الحرج في الأمة أخطر ربي ندوى ما جعل عليكم في الدين من حرج سورة الحج الآية 78 لين سورة الحج الساعة كان 78 آخر آية حتى ذي الحج النبي الصلاة السلام يقول افعل ولا حرج يوم العاشر من الحج يوم النحر يوم الحج الأكبر طار مي طوف الإفاظة إفاظة قبل ويخ مي ثم بعد ويخ ذي مر أصلا يوجل ثل مع بعض عشرين يوم السقر كان يفعل ولا حرج هكذا وكل ذلك حصل في عهد النبي صاصل في حجة الوداع صفرت في قرب الموضوع ويجوز تقليد الميت يسمون ويجوز تقليد المالك الشافعي وكيف موثن هذا الجواب ما يقول القرون في رسالة تفضي اليوتيوب كيف تقلدون أئمة ماتوا العلماء يقول موثن ياكو ويجوز تقليد الميت ماذا نبض درجة الاجتهاد هذا اجتهاد في عين ربي هذا يروح الله سور سدي الحكم الشرعي ماذ ويضفل لذلك الامام الشافعي عش دينا المذاهب لا تموت بموت أربابها فسد الامام الشافعي ايه 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 ديقار المذاهب اجتهادات القوية الني اصحابها انك لا تموت بموت اصحابها هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله مسألة يجوز للقادر على التفريع والترجيح يسعى المرجيحات يخين غران ذي الكتاب السادس التعادل والتراجيح لنت أكثر من مئة مرجيح أكثر من مئة أريس خذم وين أريس خذم من علم الأصول أحريش من علم الأصول ذا شو دينا يجوز للقادري على التفريع والترجيح استخراج الفروع من الأصول والترجيح يعني عنده قدرة على إعمال المرجحات إن وإن لم يكن مجتهدا يعني حتى ولو لم تتوفر فيه صفات المجتهد أم بعد ذا شو دينا وإذا عامل العامي بقول مجتهد العامي لم يذهب لا فليس له الرجوع عنه وقيل يلزمه العمل بمجرد الإفتاء أكنيس الفتوى تطبق سيبا أديس هناك في غض خذ مغان في استيسم كذا 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 أكني يجوز سيبا 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 فتوى وذين يطبق سألك أربي قال فسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون أم بعد ويظناد بالشروع في العمل ميلا ينطمي في ذا هذا في محيث الإلزام أخيرا إناد والأصح فق خطير سيس نختم سيس والأصح أنه يمتنع تتبع الرخص بمعنى أريد لقرأ يون ذي التفع لفافر كل شيء ذي الزكاة هنا في كيدك وشو دن العلماء الذي يخطر في السوسم يا الله ما يلالفتوى دين أريد لقار الزكاة ذي ثامنت من ساعة ثامنت أطفى أعجب رأيك أروح أنه دين يقول ديطاي صاف يوقي الشغل إسعار دار إتنذيكا لفافر الرخص ذاكي يشد أن العلماء إلا ويضيون العلماء خلفا أبو إسحاق المروزي إناد يجوز تتبع الرخص ما دام ريفي غرسي الاجتهادات العلمية ولكن الحقيقة بشا سنفرو دين السوفيان الثوري من تتبع الرخص فقد اجتمع فيه الشر كله يعني ستعدي الواجهي يفغى كان في فوثين يفغى كان لفافور ماكسيموم بلا حدود ولكن عند الاحتياج ذن نفتي بالتيسير على الناس أد يسيون أحين يخدم الطواف خمس أشواط سبعة الميديوار الغلد زائري محتد حقا خدمة خمسة أش أس ينسي جوز الحي جي صح أي غر خطار تخدم خمسة الشرعة شدينا فوق ربعا يصحى يأخذ حكم الغالب في كذلك سفتها أليز يرتاح أدوال غصين النظم أشي نمكن ذي عرفات بضغ أبر المغرب واحد سين كمينويت ذايا الحج عرف الركن لأن الوقوف بعرف السين إلى الوقوف الواجب يكون بعد الزوال إلى المغرب ويجبر بدم أما الوقوف ولو للحظات تحقق الطمأنينة بعد المغرب ذي طلام ويوقوف ركن أثن تفكظ لفاظ الرقصة يفرت ما شاء الله أدي سي ون ذي طلق والعي ذي بالله والعني خام ذي السولق أخين فريغ ثم طوث وعشرين مرة فريغ ست عشرين مرة ضربة وحدة ضربة لكن أستنظ الطلق باء بيننا كبرى أرب دقرة الطلق مرتان مش عشرين الطلق مرتان فإن سكن بمعرفة وتسير بإحسان سوف تحرم في الله يبقى على خير ذي من الذي الشرع ذي الفقه بالله ما يفرس 20 فوى أتسوح سفرما كنت يوث يوث فلا 19 ني سي كونفرماسيون تأكيدات فتوى الإمام إبن تيمية وإبن القيم وغيرهما نحتاج إلى الرخاصي حينما نحتاج إليها نستخدمها والنبي الصلاة والسلام ناد إن الله يحب أن تؤتى رخاصه كما يحب أن تؤتى عزائمه جيغون ثلوث أرثم لليس والسلام عليكم ورحمة الله